إن عقدت بالرباط أشغال ورشة تقنية حول موضوع المناطق الحضرية التاريخية رهانات وإمكانيات التدخل وذلك بمبادرة من مؤسسة المحافظة على التراث التقاثي للرباط التي سترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرال الحسناء ويندرج تنظيم هذه الورشة في إطار الاحتفال بالذكرى العشرة لصدور التوصية الخاصة بالمناظر الحضرية التاريخية والتي تم اعتمادها في نوانبر 2011 من طرف المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو وتم افتتاح هذه الاحتفالات يوم 20 ماي من خلال هذه الورشة التقنية على أن تتواصل فعالياتها إلى خاية شعر نوانبر المقبل هذا اللقاء جاء للاحتفال بالذكرى العشرة لصدور التوصية الخاصة بالمناظر الحضرية التاريخية ويفتح النقاش حول عدة قضايا أساسية منها كيف يمكننا استخدام التراث كفرصة للتنمية وهل يمكن التوفيق بين التنمية العمرانية والحفاظ على التراث نحن جد سعداء بالاحتفال بالذكرى العشرة لصدور التوصية الخاصة بالمناظر الحضرية التاريخية التي تمتل أداة معيارية مهمة للغاية من أجل تعزيز حماية التراث العمراني والمعماري ومنذ إدراج الرباط كموقع تراث عالمي سنة 2012 تم تكريس مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي للرباط تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء كهيئة ذات طابع أفقي لتنصيق العمليات والأنشطة الرامية إلى حماية وتعزيز تراث العاصمة وتهدف المؤسسة من خلال أنشطتها إلى استدامة المواقع والموروث ذي القيمة التاريخية والمعمارية والفنية والجمالية سواء المادي واللا مادي المرتبط بكل جوانب التراث الثقافي للرباط